اشتركوا في القناة اموركم جيدة ان شاء الله صحتكم تمام اللهم امين يا رب العالمين يا رب انكم بخير وبصحة وعافية اللهم امين يا ربي يا الله يا طلابي يا محترمين وصلنا للجزء اللي فيه التأليف هسا يا رب بسم الله الان اخواني حصت اليوم حصة والله مهمة جدا مهمة رغم انها مكروهة للأسف من قبل الكثيرين الان بتعامل معها هاي الحصة من زاويتين اما الزاوية الاولى فهو والله يقطع الانجليزي وخالد معه والتوزيه والرايتينج وكل شيء فهاي الزاوية الفقيرة اما الزاوية المشرقة انه حان الوقت اني اعرف اكتب كويس اجت الفرصة لعندي اني اعرف اكتب فالان بدي اكتب فهاي زاوية مشرقة لانه اذا ما كتبت اليوم حتتطر تكتب بعد سنتين زمن حتتطر بعد خمس عشر سنوات حتتطر وحتتطر الدرس ولادك وبناتك لو ادام شوي فلا يليق في الانثى العصرية ولا في الرجل العصري الان الله يرضى عنكم يا رب يكون ضعيف في امور زي هيك لا ما يزبط هذا الله يرضى عنكم ويهدي بالكم يا رب حست اليوم اللي هي فري رايتنج يا طلابي يا محترمين شو الخطة الشغل اليوم الخطة 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 سمعوني الله يرضى عنكم يا رب طلابي الان هسا هذا الكلام نفس الفيديو ان شاء الله اذا ربي عز وجل اعطاني عمر نفسه راح نزله على بطاقة الفصل الثاني نفسه بس اللهم انه بالفصل الثاني نتناول موضوع اخر هذا الكلام معني لطلاب الفروع الاكاديمية على اساس لو طالب ما اخذ معي فصل اول بقدر يشوف شو الافكار الموجودة هون وبيقدر يبني عليها ما بناش احنا لا سمح الله نحطم ونضل انو والله ما اخذتش فصل اول معناتو بنا نقضي عليك لا لا سمح الله نحاول قدر الامكان ان نساعد يا رب فهي اللي هي جزئية تمام لحد الان تمام اذا هذا زي درس المشتاقات والguided writing يعني لما اتعامل معه اتعامل معه بطريقة احترافية انو هذا فصلين مش فصل واحد الله يرضى لي عنكم يهدي بالكم يا رب على طالب الفروع المهنية حينزلوا الفيديو هذا ممكن ينزلوا واحد ثاني فالان بغض النظر ما هو بطاقتهم هي واحدة فيها المادة كلها كاملة فيا طلابي يا مؤدبين الله يرضى لي عنكم يا رب ما تكتبوا ولا حرف بسم الله الان طلابي free writing المقصود فيها اللي هي الكتابة الحرة الكتابة الحرة الان جزء فيكم بيقول لك وكمان انا حر ما بدي اكتب الكتابة الحرة اوكي يا رب كم علامة عليها يا خالد خالد ما بيعرف يجاوب على السؤال هذا لانه knowledge of unseen علم الغيب اللي انا ما بيعرف والله معناها انت قاصر عن تدريس طالب التوجيه لا اله الا الله لا انا ولا وزير التربية والتعليم بيعرف قداش بدو يجي عليه الان الان هذا اللي هون كل امتحان شكل مرات ثمان علامات مرات سبع علامات مرات عشر علامات مرات خمستعشر علامة يعني هذا كل فصل شكل صراحة اوكي بس الرينج الطبيعي له عشر علامات ممكن يزيدوا علامتين ثلاث ينقصوا علامتين ثلاث شكرا عفا اذا الكتاب الحر اللي هي free writing الان اول شيء اول شيء لازم يكون عندك جرأة في الكلام يعني you are much braver انت اكثر شجاعة than you even expect من الذي تتوقع ليش الان طلابي انت ما وصلت انت ما وصلت هذا الفيديو الا ما رأى على الوحدة الاولى غالبا والثانية والثالثة والرابعة فوالله يا جماعة الخير ويمينو احاسب عليه انه كل واحد فيكم بنسب متفاوتة عنده حصيلة كلمات بتخوف يعني مليار بالمية عندكم حصيلة كلمات لها علاقة في الوحدة الاولى لو سألتكم الان سؤال ايش معنى كلمة decade مثلا شو معنى كلمة calculation مثلا شو معنى كلمة floppy disk مثلا انا متأكد مليار انه 90% فيكم بعرف ثلاث كلمات مثلا لو رحنا على سبيل المثال ايش معنى كلمة horrible remedy شو معنى كلمة acupuncture شو معنى كلمة migraine مثلا شو معنى كلمة homeopathy انا متأكد انه جزء لا بأس فيه فيكم بعرف لو رحنا شو معنى كلمة sanitation شو معنى كلمة obese مثلا الا ما جزء لا بأس فيه يا رب لو رحنا شو معنى كلمة achievements مثلا شو معنى geometry الان كلمات الا ما تجد جزء لا بأس فيه انه يا رب معناته عندك حصيلة كلمات لا بأس فيها لا يستهن فيها الان قمة الفقر في التفكير يا محترمين يا مؤدبين انه والله الكلمات هاي لا بس عشان اجاوب سؤال الكلمات عليها الكلمات بس عشان افهم القطعة طب الكلمات عشان القطعة وعشان المشتقات وعشان الguided writing وعشان الfree writing وعشان اذا اوظف كل اللي بعرفه في كل زمان ومكان هيك الطالب التوجيه الصح معناها عندك حصيلة كلمات بس ينقصك شغلة واحدة بس بس شغلة واحدة شو هي الجرأة على الكتابة بس والله العظيم ولا كلنا عنا حصيلة كلمات هلا لما تيجي بدك تحكي والله الطب في الاردن مستوى ممتاز الان كلكم تعرفوا شو معنى الطب وشو معنى الاردن وشو معنى مثلا مستوى وشو معنى جيد او ممتاز كلنا بنعرف بس اللهم انه عملية ترتيب اشياء هلا قبل ما نحضر هذا الفيديو في فيديو اللي علاقة في اللي هو التفكير الناقد والاقتراح الان هذا الفيديو لازم تكونوا حاضرينه لازم تكونوا حاضرينه زائد لازم تكونوا حاضرين لانه كل هذا بيغذي الفيديو اللي احنا شغالين فيه الان اذا عندك حصيلة قوية من المفردات استثمرها لازم يا جماعة الخير نستثمرها استثمرها الله يرضى عنكم يا عرب طيب الان مدخل الفري رايتنج الاف واي فري رايتنج هو الان في عندنا اللي هو شيء له علاقة في القايد رايتنج هذا مدخله يعني عشان انا ادرس الفري رايتنج لازم اكون دارس القايد رايتنج لازم حيني بحكيها لازم اكون ولازم اكون دارس اللي هو الفيديو اللي له علاقة بالكريتكال ثينكينج اللي هو التفكير الايش الناقد الان هذول اللي هم مداخل ما تكتبوا يا اهل الخير ما تكتبوش اصلا المكان اللي تكتبوا عليه انا راح احدده بعدين فتكتبوش يعني شوف كيف بالله يت ما هي حكت الله يا سعدها صارنا حكين متين مرة حكت طلعت تشتكي علي انا بابا ما بحكي معي هيك كيف الاستاذ بحكي معي هيك ف éléments شو كان الردي كان ردي احكولها بالله اذا سمحتوا انه بابا ما بحكي معها هيك بل سالاستاذ حيحكي معها هيك وعطول كمان فاذا عجبها حياها الله اذا مش عجبها الله يسهل امرها يا رب خليها عند دلال باباها الآن سبحان الله وتول بنت والله ما بعرف مية وسبعة و تسين مية وثمنية وثمانية وثمين ليجليزي من المتين بابا ما بحكي معا هيك اوكي فالله يرضى عنكم نتحمل بعض القوالب الجاهزة الآن أستاذ في الآلم بس بنغير فيه الكلمة نحط كلمة بمكان كلمة هاي اللي هون وهذا بناخذ عليه علامات وسهل يا الله أستاذ الله يسهل عليه حياته أد ما سهل علينا ديروا بالكم انتبهوا 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 كثير كثير على الفيسبوك أشياء متداولة كثير 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 الآن كثير 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 كارثة بجوز تاخذ علي علامة بجوز علامتها بجوز صفر ولا شي بدك انت يعني إبداع هيك داخلي طب ابدعني ما بعرف أبدع عمري بحياتي ما كتبت عشان ما نظر على بعض عشان ما نظر على بعض الله يرضى عنكم يا رب أخوكم خالد الواقف قدامكم واللي يتشرف انك تكون طالبه وطالبته والله العظيم أنا خالد على ما أذكر للتوجيه انطلب مني كتابة موضوع انشاء واحد واحد بس اللي انطلب وبذكر واحد من أخواني بعد مليون ألف ترجاي ومليون ألف واصلة جبت الأردن كلها يتوسط له عشان يكتب ليها يعني ما أذكر عمري كتبت إلا في امتحان الوزارة نفسه بعد هيك قلت يا الله طب الموضوع أبسط من اللي في بالنا مليار مرة فعشان ما ننظر على بعض يعني أنا ستبدر بإمكاني بكل سلاسة بحكي لا لازم نصف الرابع عندك موهبة الكتابة وعندك ملكة الكتابة مصطلة قوي ملكة الكتابة وملكة الإبداع طب انت يا ابو ملكة الإبداع أنا ما كانتش موجودة عندي لأني شبه ما أجبرت عليها أو بغض نظر شو كانت الأسباب يعني فيا طلاب يا محترمين مش النظر على بعض الموضوع أبسط من اللي في بالكم قولوا يا رب معنويات عالية جدا حنستفيد إن شاء الله تعالى القوالب الجاهزة مدميرة مدميرة يا جماعة الخير انتبهوا الله يرضى عنكم نكتب لا ما تكتبوش ولا إيش طيب الآن بسم الله في ملاحظات قبل ما نبلش الموضوع لازم نعرفها هاي ملاحظات عامة جدا الله يستر بيتكم ويرضى لي عنكم يا رب طيب الملاحظة الأولى الموضوع المثالي يتكون من ثلاث لأربع فقرات هذا الموضوع المثالي الآن ورح نركز على موضوع اللي هو اللي اوت يعني اللي هو الشكل الخارجي للموضوع بنشوفه كمان شوي إذن الموضوع المثالي بيتكون من ثلاث لأربع فقرات رئيسية الآن أكثر من أربعة مبالغ فيه أهبل الموضوع بعيد عنكم الآن فقرتين هذا بدي يكون ناقص مليار بالمية ليش؟ لأنه مليار بالمية في عندي مقدمة في عنا خاتمة هي جزئين وفي عنا العرض العرض يتكون يا من فقرة يا من two paragraphs اللي هي فقرتين يا واحدة يا ثنتين مثلا كان موضوع إيجابيات سلبيات مثلا فقرة إيجابيات فقرة سلبيات مثلا لأن كان موضوع عادي مقدمة وعرض وخاتمة إذن المثالي من ثلاث لأربع فقرات الآن العنوان في الأعلى في الوسط وخط كبير العنوان يا جماع عنوان الموضوع يعني مثلا من المواضيع اللي كانت بتوصلني وبننزلها كل يوم اثنين غالبا هيك مرات يكون اثنين في ضغط كثير شغل فبنزل اثنين اللي بعده حصيلة مواضيع الآن من المواضيع اللي كانت توصلني جزء كبير منها ما يكون فيه لها عنوان يعني الآن you should give you a say a title لازم تعطي you should give you a say a title أعطي اللي هو موضوعك أو المقالة أو الشي اللي بدك تكتبه اللي هو title اللي هو عنوان المقصود الآن بدون عنوان بيت بدون باب مثلا معناها فيه إشكالية معينة العنوان العنوان يا طلابي يا محترمين في الأعلى في الوسط في الأعلى في الوسط ويبدأ بحرف كبير هل فيه أكثر من مذهب في الحياة الآن في الإنجليزي ممكن إذا كانوا العنوان مثلا 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 the importance of technology مثلا بإمكاني ذا البداوة T هاي اللي هو الأول حرف T أعمل حرف كبير وكفا خلص الباقي كلهات وحروف صغيرة وممكن الكلمات الرئيسية كل كلمة رئيسية أخلي الحرف الأول منها كبير كمان هذا على فكرة إشي حلو يعني إذا importance إذا أكيد مليار بالمية اللي هي T كونها البداية حرف كبير importance I حرف كبير of حرف جر مش كلمة رئيسية بتضل صغيرة technology الآن T حرف كبير بقدر هيك وبقدر هيك الأسهل إلنا جميعا عشان ما نخربط الدنيا وأنا أقول أقيم والله هي كلمة رئيسية والله مش كلمة رئيسية الآن الأفضل خلص أول حرف كبير والباقي كلهات وحروف صغيرة لكن هذا جائز وهذا جائز الله يرضى عنكم الآن أخواني خال من الإضافات من الزخرفات يعني فيه جزء كثير من الطلاب لما كنت مثلا أستلم مواضيع بشكل مباشر بيكون مثلا الطالب أو الطالبة كاتب لبيت شعر فوق كاتب مثلا يا رب النجاح في كل صباح كاتب على سبيل المثال والله شط النهار الليلي شط الليل النهاري والله يعني العبارات هاي العبارات القاتلة هاي الآن هذا العنوان أوحط بجنب ورود وفرشات طائرة هيك وأشياء زي هيك ونهر صغير هيك على أساس الحياة كلها ما شاء الله يعني الآن فبنات محترمات شباب محترمين يرضى عنكم ويهدي بالكم يا رب بدون إضافات هذا موضوع رسمي يا جمع مش لعبة يعني موضوع رسمي إذن خلص عنوان لا تحت خط ولا خطين ولا يا رب النجاح ولا بين قسين ولا شط البحر كله طبعا حين يطبق عليه لقدامنا ما نبلش فيه موضوعنا وكيد هلأ يفضل البدء بسؤال أو سؤالين يفضل البدء مدرسين اللغة العربية الله يسعدهم ويرضع عنهم المدرسات العظيمات الآن بيحكولنا أنه ابدأ بآية كريمة ابدأ بحديث نبوي شريف ابدأ بحكمة مثلا ببيت شعر إلى آخره الآن هون أفضل شيء في الإنجليزي أني أبلش صراحة بسؤال أو سؤالين بس لاحظوا ملاحظة يا طلابي يا محترمين يفضلوا يفضلوا وليس غصبة عنكم يفضلوا البدء إذن يفضل هلأ طالب بيقول لك أنا ما بعرف أصير سؤال خلص يا أخي تكتبش سؤال يفضل البدء بسؤال يفضل البدء بسؤال الآن كيف طب نبلش في سؤال أصبروا لسه احنا هايك يا شغلات كلها نظرية هذا ولا اشتغلنا إشي بالمرة شغلات نظرية كلها نكتب لا الآن تفضل يا محترمين نستخدم فئة زمن واحد يا جماعة الخير في كثير مواضيع الآن بتكون غريبة شوي يعني بيكون الكتابة فيها عن جد في عجب عجاب يعني بيكون الجملة الأولى زمنها مضارع الثانية ماضي الثالثة مستقبل الرابعة مضارع تام مستمر الخمسة ماضي بسيط السادسة والله مستقبل تام مستمر يعني فيه فيه خلل هيك في الموضوع الآن يفضل اللي هو نسق واحد لاحظوا أنا ما حكيت زمن واحد فئة زمن واحد كيف يعني فئة زمن واحد يعني مثلا مضارع على سبيل المثال إذن قد يكون موضوعي فيه مضارع بسيط مضارع مستمر مضارع تام مضارع تام مستمر أو ماضي قد يكون ماضي بسيط ماضي مستمر ماضي تام ماضي تام مستمر مثلا الآن طلابي هالسحون لازم أعلق على شغلة لازم 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 شو هي مساء الخير صباح الخير اسمعوني مثلا على سبيل المثال أنت بتكتب عن شيء الآن وبتحكي والله أنا أرجو في المستقبل أنه يصير كذا وكذا معناها أكيد حتستخدم مضارع في لحظة من لحظات رح تستخدم مستقبل في مرونة عقلية يعني في مرونة عقلية الآن على سبيل المثال شعرت أنه في ضرورة أني والله أنا أحكي عن شيء الآن مثلا 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 عن استخدام الانترنت على سبيل المثال هاي الأيام فتضطر جملة من الجمل تحكي والله أنا مثلا في المستقبل حيصير كذا وكذا تيجي تحكي في الماضي ما كان فيه كذا وكذا معناها تضطر هون أنك تستخدم أزمنة مختلفة بس أنا الفكرة وين أنه لما تيجي تكتب خلي موضوعك هيك يعني فئة زمن واحد خليه فئة زمن واحد مش كل جملة والله في زمن بس في حالات معينة بطر طبعا الآن بكتب أنا عن فوائد أشياء معينة مثلا الآن بجي بحكي لقدام أنا أرجو من الله عز وجل يعني I hope that people in the future will use مثلا كذا 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 مثلا مثلا إذن الفكرة بإمكاننا أن نتنقل بين الأزمنة بس تنقل علمي ومنطقي هلا يفضل يا طلابي يفضل ها يفضل وليست غصب يفضل يا جماعة الخير يفضل الله يرضى عنكم يا رب اللي هو أزمنة المضارع يفضل أزمنة المضارع الآن ما في داعي طلاب توجيهي فاهمين كثير على خالد وخالد فاهم عليكم الله يرضى عنكم ما في داعي الآن طالب يخطر في باله يجي يحكي لي على سبيل المثال طيب افرض كان الموضوع عن قصة صارت معي زمان مثلا كيف بدأ استخدم لها مضارع والمشلحة الدرجة أنا حكيت يفضل زائد في منطق في الموضوع طيب فهاي اللي هي شغلة أوكي يا طلابي يا مؤدبين تجنب وضع النفي بمفرده الآن على سبيل المثال بدي أحكي مثلا جملة أنه الطلاب ما بيحلوا واجبات ستودنس مثلا نط دو هامورك نط دو هذا مش انجليزي بالمرة مش انجليزي النط لا تستخدمها بمفردها لا تستخدمها لحالها طيب شو أحط قبل لما أجي بدي أن فيه فعل مساعد فعل مساعد لشاب فهمان الزقورت وبنوتة فهمان الزقورتية بدوا يستخدم المضارع البسيط مثلا مثلا الآن هذا بيسهل عليه المهمة النفي يا دو يا دز انتهى الموضوع خلاص ما بخربط بالمرة كيف لما نيجي نحصر طريقة تفكيرنا بأشياء معينة الآن بتكون الأمور يعني فيها خيرا فيها خير كثير يعني وفيها إن شاء الله علم وفير اللهم أمين يا رب العالمين فهي اللي هي جزئية يا طلاب يا مؤدبين يا محترمين أوكي الآن في شغلة كمان لازم نتحدث فيها وهي التالية الآن النط طالب ممكن يتساعل وبيقول لك لا طيب أنا والله النط بإمكاني أحكي جملة مثلا I advise you أنا أنصحك not to go there الآن الجملة صحيحة ما فيها شيء الآن لا يعني الكلام إنه كل نط لحالها غلط لا 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 الآن مر علينا في قطعة بهذه الزمانة a not an individual attitude مثلا ما كان قبلها فعل مساعد عادي بس أنا ما بدي تأخذوا إيدكم على أشياء زي هيك هاي في لها مبررات أو حتى مبررات غلطة الفكرة بالعربي مسويغات في لها مسويغات الآن علمية في لها مسويغات علمية justifications بس إحنا مش في صددها نترك الموضوع اللي إحنا ملتقين عشانه اليوم ونروح إن والله أقود أتفلسف وأنظر في شالات معينة فهي هاي الفكرة إذن تجنب وضع النفي بمفرده حيث يأتي بعد مساعد حيث نضعه شو عراب هاي اللي هون نضعه هاي ضب المتصل ما بني في محل نصب مفعول به الآن حيث نضعه بعد إيش بعد مساعد تمام تمام طيب الآن بعد هون كيف نعرف أن الموضوع قواعديا صحيح يا رب هاي معلومة جدا 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 مثملة جدا مثملة جدا مثملة شو هي صلوا على رسول الله اللهم صلى الله سيدنا محمد يا أهل الخير يا أهل الخير عندي موضوع كامل بدي أراجع فيه دقيقتين من ناحية القواعد دقيقتين بس فش معلها دقيقتين طالب بيروح كلمة 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 لا غلط هذا هذا غلط هذا غلط كبير طيب شو أعمل الآن طيران طيران على الفعل إذا استقام الفعل فالجملة قواعديا صح إذا الفعل ما استقام في الجملة قواعديا غلط يعني مستخدم أنا كلمة جو الفعل جو بروح على جو مباشرة الآن جو هذا اللي هنا أنا حطه في فر بون طب ليش معناته فعله جمع لازم يكون أو قبله فعل مودل أو قبله فعل دو هيك إذا ما لقيت أشياء زي هيك معناته في خلل معين آه لازم يكون جوز مش جو الآن أنا حطه مثلا هون جوين آي إن جي طب ليه حطوا آي إن جي آه لازم يكون قبله فعل بي مثلا أو كذا أو بكون مستخدمه كمصدر إذا دائما وأبدا قاعدة انقلوها عن خالد إذا يا جماعة تقول استقام الفعل فالجملة قواعديا صحيحة إذا كيف نتأكد أن الموضوع قواعديا صحيح الآن هون نرجع إلى الفعل بنروح لوين يا أخواني إلى الفعل إذا استقام الفعل إذا الفعل كان صح إذا استقام الفعل فالجملة قواعديا صحيحة فالجملة قواعديا صحيحة طيب فهذه اللي هي شغلة طيب كيف بدنا نوضفه هذا أصبروا لسه يا جماعة الخير بدنا نشتغل لسه الله يرضى عنكم يا رب طيب الآن بدء الخاتمة بمصطلح يدل على الختم لا تكتبوا لا تكتبوش بدء الخاتمة بمصطلح يدل على الختم هلأ بشوف في كثير مواضيع الآن مثلا 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 هاي مش إنها غلط والله مش غلط بس الفكرة وين يا محترمين يا مؤدبين في مصطلح يختلف عن مصطلح يعني على ما أذكر الأيام راحت وأجت هي قدام عيوني طلعوا بالله بالله عليكم بروح أحضر ندوة وتشرفت أنا وأحد زملائي أستاذ محمد رحنا أحضرنا ندوة يا أخواني كان فيها الأستاذ الدكتور ما شاء الله يعني العلامة الفهامة الأستاذ الدكتور اللعسين مبارك يعني كاتب ريائي ومتميز ما شاء الله كان معه الآن كريم الشاذلي الأستاذ من مصر الآن فكان فيه ندوة معينة رحنا أحضرناها يا سلام بسم الله ما شاء الله كيف الكلمات تنساق على لسانهم هيك تشعروا أنه الكلمات وهم قاعدين بحكي هيك تلاقص رقص على ألسنتهم يعني شيء عظيم جدا هيك انبسطت وجدت ضالة فيها ذاك المكان الآن روحت من ذاك المكان مريت على صالون بدحلك شعري فقاعد بالصالون فكان فيه أغنية أغنية شو هي أغنية أذكر كلمتين ثلاث فيها حبيبي لابس بورنيطة هاي الأغنية هيك كان فيها إشي زي هيك فصورت أنا صوت أضحك أبتسم هلا أبتسم أنا ليش لأنه ذكرت وين كنت أنا قبل نص ساعة وين أنا هسة طبعا مش استخفاف بالأغنية بس إنه ككلمات يعني فشافني صاحب الصالون المصيبة هون العظيمة شافني صاحب الصالون أبتسمت فطيران راح يعني بيحترم من كثير شيء فطيران راح على الشسم على المسجلة على التلفزيون الناسي والله راح وعلى كمان بزيادة فقلت حسبي الله قدر اللهم شاء فعل الفكرة وين الفكرة بالله عليكم لما يكون مثلا أحد الأبيات اللي طرقوها وتناولوها من قريب أو من بعيد اللي هو بيت إله علاقة في اللهم صلى الله عليه وسلم ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضاء أسجل قلاصة نواجية والآن طبعا أنا عندي معلومة شوي عن البيت هذا قبل وأنه رثاء بني آدم رثى نفسه قبل ما يموت شيء عمين في قصة طويلة جدا مالك ابن الريب اسمه الآن وكيف كانوا يتناقشوا فيه شوفك ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضاء أسجل قلاصة نواجية وهذا بيقول لك حبيبي الله بسبرنيت طبعا نطفوق اللي حيطة ولا مش عارف شو هذا عربي وهذا عربي بس فعليا فعليا هل هذا عربي وهذا عربي لا إله إلا الله شو جاب الثرى للثرية فرق السمع عن الأرض فهون يا جماعة شو علاقته هذا الموضوع الآن ما بين مصطلحات ساذجة بعيد عنكم بسيطة عشوائية الكل بيعرفها وبيستخدمها وما بين مصطلحات يعني فيها جانب من التمييز جانب من التمييز مثلا الآن هون من المصطلحات اللي بتدل على الختم المحرزة مثلا الآن في عنا المصطلح اللي هو تسمعب مثلا الآن هسا بالله عليكم لازم نفهم بعض كويس لازم تفهموني كويس كلكم فهموا على عين وعلى راسي وما كملت معي لهذا الفيديو يقول لنك فهم طريقة التفكير خالد على الأقل اسمعوني إخواني هذا تسمعب أنا بعرف تماما إنه in the end أسهل منه بألف مرة أنا بعرف وبعرف إنه أسهل من هذا بمليون مرة بس إخواني إذا بدنا نبحث عن علامات عالية فشوي رح أغلبكم شوي فشوي رح نتغلب إذا لا ندور على هيك يعني شيء مستوى أعلى شوي إذن تسمعب هاي اللي هون الآن غيرها مثلا فيه عننا اللي هو to conclude to conclude هذا اللي هو مصطلح ثاني الآن مصطلح ثالث مثلا اللي هو in conclusion in conclusion هذا اللي هو كمان اللي هو مصطلح ومصطلح غير هذا المصطلح يا إخواني اللي هي overall مثلا الآن والله أنا بعرف إنه الأستاذ عندك اللي بيدرسك في المدرسة اللي هو الأستاذ اللي هو الأصل أي نبقيها للمرة مليار هو الأصل هو الأصل وأنا فرع تابع إله مش هو اللي تابع إلي حشا وكل الآن أو المسايا اللي بالمدرسة مثلا استخدموا المصطلح كذا مثلا الآن خلص توكل رب العالمين بس هي وجهات نظر في النهاية هلأتو سمب و to conclude in conclusion overall هذول معناهم إيش يا إخواني هذول معناهم وفي الخاتمة أو الخلاصة الآن هاي اللي هون معناها في النهاية معناهم هذول في النهاية أو في الخلاصة في النهاية أو في الخلاصة أوكي الآن طلاب المؤدبين المحترمين في النهاية أو في الخلاصة to sum up to conclude in conclusion overall الآن هذول المصطلحات هيك معناهم لما أنا أجي أكتب مصطلح زي هذا المصطلح الآن نفسية القارئ بمشيها معي إنه يلا هنا بدنا نختم هنا وصلت الخاتمة فالآن هو يعرف لحاله والبطولة وين في الموضوع إنه موضوعك يكون في a kind of synchronization تناغم يعني أول ما أثلا على سبيل المثال ما بلشت أنا في الجملة الفلانية معناته حيتوقع مني شرح له هاي الجملة لقدام أول ما أبلش أنا to conclude معناها هو حيفترض فيي إني رح أختم الآن رح أختم الآن إذن في الخاتمة حيكون نصيحة مثلا أو رأي الكاتب أو توصية اللي رح نحكيه كمان شوي الآن فهاي اللي هي شغلة الله يرضى لي عنكم يا رب إذن هون هاي المصطلحات هلأ خالد لازم 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 نعرف شغلة هلأ أحفظهم الأربعة هذول والله بتثقل علينا قاعد لا يا طلابي المحترمين لا طبعا لا مش الأربعة طبعا مش الأربعة بلزمنا من هذول يا مؤدبين يا محترمين واحد فيهم على الأكثر بس واحد فيهم ليش ببساطة ليش ليش ببساطة ليش لأنه يا مؤدبين إحنا كم خاتمة على خير اللهم حسن خاتمتنا يا رب كم خاتمة على خير رح نكتب بالامتحان ما كل خاتمة وحدة إذن بلزمك من العلوح وحدة فيهم شكرا عفوا خلص معناها لنعقد الدنيا الله يرضى عنكم يا رب طبعا بدنا ننتبه لكل حاجة وداجة يعني لكل صغيرة وكبيرة وننتبه إنه الحرف الأول حرف كبير حرف كبير كذا كذا الآن هاي اللي هون جزئية أوك نكتب لا طبعا ما تكتبوا الرحمن الرحيم يلا يا نشامة يا محترمين محاولة استخدام ما نستطيع من قواعد المادة هلا طلاب المؤدبين الله يرضى عنكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء الله الآن إحنا دارسين مثلا دارسين يوستو وبيوستو إحنا دارسين على سبيل المثال الأزمين إحنا دارسين ضماء للوصل إحنا دارسين درس مثلا report speech إحنا دارسين درس كذا درس كذا مش غلط مش غلط أبدا مش إشي غلط لو مثلا قدرت تستخدم منه رغم أنه بالنقنشس باللاواعي تاعك حتستخدم حتستخدم ليش حتستخدم مليار بالمئة مش أنت بدك تتوظفه مثلا في زمن كذا معنات أكيد حتستخدم من قواعد المادة لكن لديك حصيلة لا بأس فيها معناها نحاول نستخدم ما تستطيع من قواعد المادة طيب هاي ملاحظة الآن في شغلة صغيرة لازم أحكي لكم عنها الله يجبر خاطركم يرضى لي عنكم إن شاء الله ويهدي بالكم يا رب طلابي المحترمين الآن ليس بالضرورة ها ليس بالضرورة ليس بالضرورة معرفة ليس بالضرورة معرفة كل كلمة مش بالضرورة بعرف معنى كل كلمة الآن في نص السؤال في نص السؤال الآن طلابي الآن شيء ممتاز إني أعرف السؤال كامل حرفيا عن شو بطلبي بس الآن يا أخوان كثير تعودنا على بعض كثير تعودنا على بعض إنه والله العظيم خالد مش واقف قدامك عشان ننظر لا والله والله العظيم ما هو تنظير لا والله إذن هذا بيقودني لشغلة معينة لو رحت أنا أنا أخوك خالد أنا لو رحت أنا على امتحان الوزارة وشفت سؤالين اللي هم اللي بدي أنا أناجي واحد فيهم وكتب فيه غالبا بيجيب لي سؤالين نختار واحد فيهم ونكتب فيه هو اسمه free writing free حر من نواحي الناحية الأولى إنه موضوعين أنت حر اختار البدك والناحية الثانية أكتب ما شئت في هذا الموضوع بس ضمن الموضوع أكيد مليار بالمية الآن طلابي لو رحت على الموضوعين ممكن ألاقي واحد فيهم في كلمة أو كلمتين أول مرة في حياتي بس معهم يا بي شو نغشينا فيك سنة كاملة ونحن ندرس عندك أو فصل كامل لسه كنت ناوي هسأت بجزء هاي شغلت يا ما بعض لسه كنت ناوي أنا أحضر عنده تفاعل الفصل الثاني أو بطاقة أو مركز لا عوذ بالله بطلت لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يا طلابي يا محترمين أن إحنا اتفقنا من بداية من أول حصة أنه إحنا أخوان إحنا أخوان مش هيك بالله العظيم اللي خلقكم ربي أنه هذا الشيء جائز الدليل الدليل أعطيكم دليل بسيط هل قد عشان يوضع أنا ما بحكي زي هيك عشان أقلل من شأني بقدر مع أنه أنه أقوي علاقة الأخوة بناتنا ضمن ضمن الآن تبيان أهمية اللي أنا بحكي فيه طلاب المحترمين البيت شاري اللي حكيته قبل شوي عربي عربي صح مش إنجليزي ولا لا يتشاري بجنب الغضاء أسجل قلاسة النواجية الآن خليني نفترض مثلا أنه هسا بسمعني قاعد ألفين طالب من الألفين طالب إذا فيه أكثر من أربعة فيكم أو خمسة فيكم بعرف شو معنى هذا البيت الجزء اللي هو هون بدون ما يرجع لها لنت ولا لأشي الآن بكون بعرف شوشي بالحياة كلها كلها الآن طب ليش ما تعرفوا لغة هاي يا جماعة لغة ما فيه إشي اسمه والله يعني هي ماسز الآن هو أتقن ويتقن كل كل أسبيكت ولا يمكن ولا يمكن ولا يمكن دكاترا كانوا دارسونا أستاذ دكتور في الجامعات أستاذ دكتور في الأدب الإنجليزي مثلا تخصصوا شعر بتروح تسألوا شغلة عن الرواية بيقول لك ولا ما بعرف طب أنت أستاذ دكتور في الأدب الإنجليزي بيقول لك مش تخصصي رو على تاع الرواية أسألوا عرفتوا كيف الفكرة وين فعادي أنا باجي أكتب امتحان هسا الآن لما أجي أكتب لك امتحان ممكن أجي أكتب امتحان الآن لو تقدم له نص أسابة الأردن الإنجليزي ما بيجاوبه نص أسابة الإنجليزي مش أني أنا بحكي عن حالي لو سنين من الناس قدم امتحان أنا بجوز ما أجاوب ربع لامتحان هذا إذن الفكرة وين مش بالضرورة لا يروح بالك أني أنا ما راح أعرف شو السؤال طالب الآن أول شي عندي سؤالين معناها إجبالي حتعرف واحد منهم على الأقل إذا مش الاثنين بغض النظر شو مستواك الآن فيه طلاب من اللي قاعدين بيسمعون طموحي يكون أول على المملكة وفيه بسم الله ما شاء الله يعني عنه تأكد مليار من هذا الشيء وفيه جزء بيقول لك عمي مشان الله بس بدي أجيب 120 و130 رغم أنه أنا ما بحبش كلام زي هيك بس أنه فيه جزء هيك وفيه جزء هيك طلاب المؤدبين المحترمين الله يا ربي يرضى عنكم يهدي بالكم يا رب الكل بدون استثناء الكلام للعامة للكل الآن يا محترمين ممكن ألاقي كلمة أو شيء أول مرة أسمع فيها فهذا طبيعي جدا الآن طبيعي جدا حلو أني أعرف كل شيء بس مش بالضرورة إذن بدي ترتاحوا ترتاحوا أنتوا بتاخذوا معلومة الله يرضى عنكم يا رب الآن رغم أني حكيت عن القوالب الجاهزة إلا أنه بيردي أكد خالد مرة ثانية احذروا احذروا لا مش التقليد يا أخوي احذروا القوالب الجاهزة انتبهوا يا جماعة الخير انتبهوا احذروا القوالب الجاهزة هاي هاي ممكن تفيد طالب مستوي بالمرة منتهي نهائيا الآن بيقول لك يا أمي علامة على أمتين ثلاث بلك أخذنانا أربع خمس علامات في شوالة هاي بتسبب لي هاي مرض تسعة وتسعين بالمية أزلي بل واحد بالمية عشان يصير أزلي كامل شو السؤال بالله أستاذ في مقدمة وخاتمة عندك تزبط للكل بديكتب مقدمة وخاتمة يا زي ما هاي أنا شفتها أنا هاي مش أشطب على السؤال هذا طبعا هسا جزء ما فيش قلبك رحمة مش مشكلة حكو عنه الآن مش مش أشطب على السؤال هذا ده رقم الجلوس بروح أدور على المدرسة وين ورقم الجلوس بروح أنا أنا بأيديك بمزع رقم الجلوس كله كامل شو يقدم الخاتمة أنت يعني تضحك على مين هذا الكلام ما بزوط يا إخواني والله العظيم بس جرأة نفس المثال القديم الحديث اللي بحكيه البنت فنجانقة هو ما بتعمل في البيت بعد الجيزة بشهر شهرين بتصير طباخة عالمية كيف الآن ما بتعرفش راحت على النت رجعت سألت وعلى غروبات الواتساب وعلى البيتجات وعلى مش عارف شو وتجرب وتتبلش طبخ من الساعة ستة الصباح على أساس أنه محتمال طبخة وطبختين حينكبوا هذول بالعاقل هذول ما هيزبطوا وبتضل تجرب وتعيد وتزيد تعيد وتزيد بالآخر بيزبط معها ترى هذا نفس الشيء مع فارق التشمية ربي سامحني إن شبهت العلم بالأكل بس له هذا اش كثير يعني هيك مهم فندير بالنا نكتب خالد لا الآن هذا السؤال موجود اطلعوا تبعوا معي هذا أحد الأسئلة اللي بدنا نناقش وبدنا كل حصتنا يا جماعة على هذا السؤال الله يرضى لي عنكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء الله هلا جوردن هاز ويتنست الأردن هاز ويتنست بمعنى شهدت الأردن شهدت طبعا أنا ما بعرف أنا ما بعرف إنه الأردن شهدت أصبروا كلنا كلنا بدون استثناء نعرف شو معنى اللي هي جوردن الآن ما بعرف ويتنست ولا لودزوف ما بعرف أدفانسز ما بعرف أمر علينا فريتي ما بعرف فيلز ما بعرفش الآن في أردن في الموضوع فوق اكتب اللي هي بمعنى هاي مقال أو أورتكل أباوت ميدسن إن جودن هلأ طالب ما بيعرف شو يعني ميدسن إن جودن الآن هون كارثة فيه لا سمح الله الآن ميدسن إن جودن معناته أنت الوحدة الثانية والثالثة والأولى والرابعة والعاشرة والصف التاسع كله مش مر علي هذك ولا بحياتك معناها هون ما في داعي نفترض والله العظيم بكره التشاؤم وبكره تصرفات المتشائمين مش بكره المتشائمين لا بني آدم لا يكره المفروض تصرفاته الغلط بتكون الآن بيقول لك طب ماشي أنا عرفت هذا طب افرض جاب لي موضوع ما بعرف ياخي ليش تفترضوا السوء ليش هم اللي ما بتجيب لك من المريخ يعني مواضيع الآن الوحدة الأولى لها علاقة في التكنولوجيا مثلا حتى طلاب الفروع المهنية اسمعني كمان ماشي الوحدة الأولى مش داخلة معك بس لازم تسمع اشي زي هيك مهم الآن معناته موضوع قد يكون له علاقة في التكنولوجيا الآن التكنولوجيا وتوابعها الانترنت انترنت of things مثلا موبايل فون سوشال ميديا الاميل اكسجينج بغض النظر الآن بتروح مثلا الوحدة الثانية والثالثة والرابعة أشياء لها علاقة في المدسن في الطب أشياء لعلاقة في الهيلث في الصحة اشي له علاقة في الأوبسيتي مثلا اشي له علاقة في الإكسسايزز مثلا الآن بتروح بعدها فيه شغلات العلاقة في الأشييفمنتس مثلا الآن بتروح بعدها لقدام بالفصل الثاني فيه عندك شغلات العلاقة في الإدوكيشن شغلات العلاقة في اللاينجوجز شغلات العلاقة في البزنسز إذن بدي يكون من ضمن هاي المواضيع العامة وأشياء تابعة اللي هي إلها يعني وهاي اللي هي الفكرة الله يرضى عنكم إذن بدنا طبعا الأردن mentioning the fundamental factors الآن ذاكرا mentioning the fundamental ما بعرف factors عوامل طالب ما بيعرف شو معنى factors عوامل هون في كارثة لا سمح الله عوامل ذات لي the non-jordanian patients non-jordanian patients to come into jordan to get treatment الآن الموضوع هذا أظن بنسبة 95% فيكم من البسمان يعرف عن شو الموضوع بدنا نكتب عن about about أو on about أو on medicine in jordan عن الطب في الأردن ونذكر العوامل اللي بتجيب اللي هم non-jordanian patients أنهم يجوا للأردن to get treatment للعلاج إذن بدنا نحكي عن الطب في الأردن هلأ لما نيجي نناقش هذا الموضوع بدنا نكون طلاب إزقورتية صح وما بدي يا طلاب يا مؤدبين أنه والله ماشي ناقشت هذا الموضوع بس طب لو جاب لي عن التعليم مثلا الآن نفس الموضوع هناخذ فيه أفكار أخواني ما بقدر هذا على الفيسبوك أجي والله يلا يا جماعة الخير بدنا مواضيع إن شاء الله أظل والله أبلش بالزملة هاي أو إنه موضوع جاهز ويلا أشتغلوا هاي الموضوع كتبت لك يا ما بزبط هذا الكلام هذا بدي أشتغل بدأ فكر أنا قدامك وأنا طلعوا طلعوا هيك الأخوة وين أنا رح أغلط قدامك عن قصد أو عن غير قصد واشطب وامسح واكتب وإلى آخره بدنا هيك نشعر إننا قريبين من الفكرة الدرس هذا الله يرضى لي عنكم ويهدي بالكم يا رب هلأ هنبلش مباشرة في إيش اللي هو في اللي هو الموضوع كيف بدنا نتعامل معه وكيف بدنا نجسد الآن طلابي مؤدبين محترمين الآن تركزوا معي شوي الله يرضى عنكم ويهدي بالكم يا رب الآن تفتحوا دوسية الوحدة تفتحوا دوسية الوحدة تفتحوا دوسية الوحدة الرابعة الآن ماذا شفتوا أنت فصل ثاني وما كنتش كاتبه بدك تفتح دوسية الوحدة السادسة أو تكتب على أوراق خارجية كلام مواضح طلا نفتح دوسية الوحدة الرابعة روحوا على الفهرس حتلاقوا قايدد فري رايتينج امشوا لما توصلوا لعند الفري رايتينج طلاب الفروع المهنية اكتبوا لحال بأي مكان بدكم إياه اكتبوا لحال 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 في أي مكان أو مع اللي هي مش في عندكم أوراق القايدد رايتينج مع أوراق القايدد رايتينج أما طلاب الفروع الأكاديمية لا افتح على دوسيتك حتلاقي الآن صفحات فاضية صفحات فاضية عند الفري رايتينج صفحات فاضية هيني معكم كلمة كلمة فتحنا عليها حتلاقي هذا السؤال بجوز اختلاف كلمة كلمتين ثلاث هتلاقي هذا السؤال أو فكرة هذا السؤال وحتلاقي صفحات فاضية رحتوا لقيتوا لقيتوا الآن من الصفحات الفاضية صفحتين صفحتين اللي هم بعد السؤال مباشرة بعد السؤال مباشرة والصفحة اللي بعدها ما تقربش عليها بالمرة ليش هنكتب عليها الموضوع اللي رح نكتبه عيد فتحتوا على الفري رايتنج لقيتوا سؤال فوق 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 الصفحة نفسها هاي اتركوها ما تقربوش عليها افتح الصفحة البعدها كمان الوجه هذا ما تقربوش عليه اللي بعده فورا اكتبوا عليه ملاحظات هامة جدا في فري رايتنج كتبتو كتبنا الآن وشو بدنا نبلش نكتب ركزوا ماي عشان لو لقدام ما حكيتش عشان نكون منذكرين الله يستر بيتكم يا رب اللي وراي كل الدوشة اللي وراي هتكتبوها عند الملاحظات طب اول صفحتين هدول لسه ما بلشنا فيهم شو رح نكتب عليهم اول صفحتين الموضوع نفسه الموضوع نفسه اللي لسه ما بلشنا طب اثناء الموضوع حيمر علينا ملاحظات الدنيا وين نكتبهم وين نكتبهم وين وين تحت تحت مسمى الملاحظات على الصفحات اللي بعدها الصفحة اللي بعدها والبعدها والبعدها كلهم هذول فاضيات يا رب منها وضحك ما وضحك طالب بيقول لي انا ما ولا فهمت ولا شي من اللي حكيته عمي روح جيب لك خمس ست ورقات اتفاضيات الله يطول عمرك وكب اسم مع بعض وقل يا رب يلا بلش كتاب بسم الله الرحمن الرحيم يلا يا حلي الخير العام تفضلوا يلا معكم ثانية تكتبوا كتبنا ا وقفتوا الفيديو ا اتفضلوا المفروض وقفتوا الفيديو وكتبتوا اتفضلوا المفروض وقفتوا الفيديو كتبتوا اتفضلوا المفروض وقفتوا الفيديو كتبتوا اتفضلوا المفروض وقفتوا الفيديو كتبتوا ما تكتبوش هاد ليش ما تكتبوش هاد ما هو مكتوب عندكم ما تكتبوهوش خير هذا السؤال نفسه ما تكتبوهش طيب يا طلابي يا محترمين هيك الآن هستنبلش فورا بعد هذا إن شاء الله تعالى في إيش في اللي هو الموضوع نفسه إذا يسر رب العالمين وكلنا ثقا إن شاء الله